حلقة النهاردة الحقيقة جاية في التوئيد كمان مهم جدا الأهلي وصل للفاينال في بطولتين الأهلي تقريبا أكثر أندية العالم دلوقتي وصل للدور النهائي في بطولات أبطال القرب في الألعاب الجماعية المختلفة وصلت للسلة وكرة القدم لكن زي ما قلت لكم هي دي ارتباطات عشان كده حلقة كانت مهمة لها عنوان واحد أيامك يا أهلي دي أيامك يا أهلي الحقيقة بالمعنى الحرفي لأنه حتى في الألعاب الفردية جماعة اللي حاصل للنادي الأهلي من إنجازات وانتصارات وتفوق وتقلق وحصاد يأكد فعلا أن دي منظومة عمل متكملة أنه ده عمل مؤسسي بجد نهاردة أنت متخيلين مش بنتكلم على البلوغ الدور النهائي في بطولة أفريقيا أو دور السلة الأفريقي وهيلاعب الأهلي بطل السنغال السبت إن شاء الله تعالى أو الكرة كمان اللي تأهلت للقاء الوداد على كأس دور الأبطال إنما حتى في الألعاب الفردية لأول مرة في التاريخ وكأنه بقى مقصود بالنادي الأهلي الحدث التاريخي باستمرار الأهلي هو من يكتب التاريخ والآخرون يقرؤون أو لا يقرؤون ما تفرقش بس التاريخ يكتبه الأهلي وأبناء الأهلي الحقيقة عمر عصر ابن النادي الأهلي ولعب النادي الأهلي ولعب منتخب مصر عمل إنجاز النهاردة غير مسبوخ في تاريخ تنس الطولة المصرية وصل عمر عصر للدور الربع النهايي في بطولة العالم اللي بتتلعب في جنوب أفريقيا فاز النهاردة على الكرواتي توميس لاف بوكار أربعة صفر أربعة صفر وصعد كان أساساً يعني في دور الستاشر كان فاز على السويدي ترولس مورينجارد ده وصيف بطولة العالم الأخيرة يعني أنتم متخيلين أنه لعب في دور الستاشر بيكسب اللعب الكرواتي في دور قبل منه كان كسب وصيف بطولة العالم اللي فاتت السويدي ترولس مورينجارد وكان عمر عصر صعد لدور الاتنين وثلاثين بعد ما كان فاز على لعب كذا خستان كابريل جيراماسينكو بنفس النتيجة أيضاً أربعة اتنين وبدأ مشوار عمر عصر في البطولة بلتأهل بعد الفوز على بطل الإيكوادور ألبيرت ميتو بنتيجة أربعة ثلاثة بعد مباراة كانت مارسونية وقوية جداً يعني أنتم متخيلين أنه يبدأ البطولة بمباراة مارسونية صعبة وشقة جداً أربعة ثلاثة ثم ينطلق بعد كده أربعة اتنين واربعة صفر ويطيح بالجميع لغاية لما يروح للدور ربع النهاية اللي حاصل ده مش من فراغ أبداً عمر عصر واحد إن لم يكن هو الأفضل في تاريخ اللعبة في مصر النادي الأهلي كمان مش بس في الولاد لا أنت عندك كمان ما شاء الله هانا جودة ودينة مشرف بطلات أفريقيا حتى هانا جودة في الشباب والناشئين التصنيف الأول عالمياً في المرحلة السنية بتاعتها فأنت بتتكلم على تنس طاولة عاملة إنجازات غير طبيعية سواء على المستوى القري أو حتى مع المنتخب على المستوى الأولمبي وأيضاً على المستوى العالمي ألف ألف ومبروك لعمر عصر والأسرة تنس الطاولة وللكابتن معتز عشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة الحقيقة عاملين إنجاز كبير جداً والنادي الأهلي الرافض الحقيقي لتنس الطاولة في مصر ما في لعبة يا جماعة النادي الأهلي بيمارسها إلا وحتلاقي أبطال الأهلي وابناء الأهلي هم القوام الأساسي والركيزة المهمة للمنتخبات الوطنية في كل الألعاب فردية أو جماعية ده الدور الكبير اللي النادي الأهلي بيلعبه النادي الأهلي النهاردة فريق كرة اختتم تدريباته ودخل المعسكر استعداداً لمباراة طلاع الجيش بكرة إن شاء الله بكرة المباراة مهمة جداً مؤجلة من الأسبوع الـ 22 تاريخ لقاءات الأهلي مع طلاع الجيش لعبه قبل كده 33 مرة وديه 34 الأهلي فاز على الطلاع 24 مرة والطلاع تغلب على الأهلي مرة وتعادله 8 مرات الأهلي سجل 63 هدف واستقبل من الطلاع 16 هدف لكن النقطة البارزة في المباراة طبعاً الأهل دخل المباراة وهو في صدارة الدوري ب56 نقطة من 22 مباراة بيليه بقى بيرامدز عنده 55 نقطة من 27 مباراة يعني فيه 5 مطشاط فصلة أو فرق أقل للأهل عن أقرب منافسيه وهو بيرامدز عشان كده الحزبة إنه الأهل لو وصل بإذن الله للنقطة 77 يعلن رسمياً كبطل للدوري النقطة 77 كفيلة بتتويجه الأهل كسب مباراة أمبي أصبح يحتاج للفوز في 7 مباراة يحسن بطولة الدوري حتى بإفتراض أنه بيرامدز يواصل انتصاراته عايز أقول لكم أنه النقطة اللي كانت مهمة جداً مركز حراس المرمى زي ما انتوا شايفين التدريبات بتاعة الفريق النهاردة فريق الأهلي للكورة حنرجع عندنا تفاصيل النهاردة في الجزء الثاني من حلقة الليلا هيكون معنا اتنين مهمين جداً في الملف الفني والملف الإعلامي الكابتن ضياء السيد المدير الفني ومدرب المنتخب الوطني ومدرب الأهل السابق وواحد من أبناء الأهلي المخلصين اللي أرأهم لها قيمتها وأيضاً الزميل العزيز النقد الرياضي الكبير لأستاذ عصام شالتوت في قراءة في الملف الفني ترجمة نانسي قنقر